اشتركوا في القناة لا توجد عنده اعراض المرض ولكنه حامل لهذا المرض والذي يصاب بالعدوى غالبا ما تكون اصابته خفيفة في 80% من الحالات ولكن في 20% من الحالات ممكن ان يكون المرض شديدا ويحتاج لدخول المستشفى او حتى العناء المشددة وكلما كانت مناعة الشخص ضعيفة او كان متقدمة في السن او عنده امراض مزمنة مثل الداء السكري او القلب او ارتفاع الطق الشرياني او امراض الرئة المزمنة كلما كانت الاصابة بالفيروس كورونا اشد وقد تؤدي للوفاة وكما نعلم فالوقاية خير من العلاج وهنا يبرز واجب كل منا بالابتعاد عن الزحام وتجنب المصافحة والعناية بغسل اليدين بالماء والصابون والابتعاد عن الاشخاص الذين يعانون من السعال او العطاص او عندهم ارتفاع في الحرارة او كانوا في تماسي مع مصابين بمرض الكورونا اضافة للاهتمام بالغذاء الصحي والرياضة وتجنب التدخين وهذا ما حرصت عليه الدولة في قطر في تقليل الزحام في كل الاماكن من مدارس وجامعات واماكن عمل ومطاعم وملاعب ومرض السرطان بشكل خاص يعتبر من المرضى المعرضين لضعف المناعة بسبب مرض السرطان بحد ذاته او بسبب العلاج الكيمياوي او الادوية الاخرى التي يتناولونها لذا يجب ان يكونوا احرصا من سواهم في اتباع سبيل الوقاية من انتقال العدوى والتعرض للاماكن المزدحمة ولذا قمنا في مركز علاج السرطان بالاجراءات التالية في العيادات الخارجية عملنا على تقليل عدد المرضى المراجعين والتواصل مع المرضى عن طريق الهاتف وتحضير الادوية التي يحتاجونها دون الانتظار عند الطبيب اما في قسم الحالة الطارئة حيث يكون استقبال المرضى عند مدخل المستشفى لتقييم حالة كل مريض وعزل اي مريض يشتبه باصابته بفيروس كورونا وقد قمنا بتحديد مدة زيارات المرضى المنومين في المستشفى لخمسة عشر دقيقة فقط ولزائرين اثنين فقط في المرة الواحدة مع التركيز على تعقيم اليدين بالشكل الصحيح قبل وبعد زيارة المريض وذلك بهدف تقليل احتمال نقل العدوى بفيروس كورونا وهناك امر اخر يجب التنبيه عليه وخاصة في وجود وباء كورونا وهو الحاجة لدراسة كل حالة مريض بالسرطان بشكل دقيق لاخذ القرار المناسب لاستعمال العلاج الكيمياوي او اي علاج اخر ممكن ان يؤدي لاضعاف المناعة الجسم وبالتالي زيادة الخطر من حدوث تطور خطير في حالة العدوى بفيروس كورونا وهذا ما يستطيع الطبيب والمريض معا الوصول الى القرار المناسب باخذ هذه العلاجات او تأخيرها او استعمال وسائل اخرى للعلاج مثل الجراحة او العلاج الشعاعي او غيرها من العلاجات وهنا يجب التنويه على امر في غاية الاهمية وهو تجنب الخوف والتسلح بالعزيم القوية النابعة من الثقة بالله لان هذا ما يعزز مناعة الجسم وقدرته على مقاومة المرض وامكانية الشفاء اضافة لاخذ الاسباب بالوقاية من العدوى بالعناية بنظافة اليدين وتجنب التجمع في جميع صوره واشكاله والنصيحة المهمة ابقى في البيت ما كنت تستطيع قدر ان كان وفي الختام ادعو الله ان يحفظ بلادنا من خطر هذا الوباء وان يعجل بالشفاء لمن يصاب وان يمن بالشفاء على مرض السرطان في قطر وفي كل البلاد وان يديم الصحة والعافية للجميع وشكرا لكم